السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير عليكم ويا رب دايما بخير قبل كل شيء ياريت يا جماعة نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام وياريت كل الموجود يعمل لايك للفيديو واللي مش مشترك يشترك وفعله جرس الإشعارات عشان يوصلوكم الإشعار البس المباشر يوميا لتفسيره إياكم بإذن الرحمن الفيديو النهاردة عن الرموز اللي بتدل على الشفاء والنجاة من الأزم يعني إذا كان شخص عنده ظرف صحي قاسي إذا كان شخص يعني بيعاني من سحر إيه هي الرموز اللي تدل على زوال الأزدة رقم واحد الجري أو الرجد شرط إني أكون حاسس إن أنا بركض من شخص مجهول أو من مثلا أسد حيوان مفترس صعبان أسود الحاجات دي كلها ليه؟ لأن دي يعني الأسد لو جيت إن أنا بجري أو بفر من أسد ده معنى إن إنت حتنجو بإذن الرحمن من مرض بس ده مرض عضوي لو شفت إن إنت بتجري من شخص مجهول ده شخص مجهول أنا مش شايفه أو حيوان اللي هو السعبان الخنزير الحاجات دي ده عمز برضو شفاء بس شفاء من سحر ده هنا قصة سحر مش أي شيء تاني فإذا إنت جريت منهم ونجيت فده معناه إن إنت حتنجو بالفعل وحيصرف عنك الأذى ده بفضل الله طيب لو تمكن منك مش محمودة خالص هتستعيز وحتستمر على الرقية والدعاء طيب تاني رمز من رموز الطيبة رؤية الموت والعودة إلى الحياة الشخص اللي بيعاني من الأذى ده إن كان ظرف صحي عضوي أو إن كان يعني متعرض لسحر معنى نشوف نفسه إنه مات ثم عاد إلى الحياة فده معنى إنه شفاء ليه ده خلاص شفاء بإذن الرحمن وشفاء من ظرف يعني كاد إنه يصل بيه للموت وده زي ما ذكر الإمام النابلسي فده معنى إنه الشخص ده حيشفى من ظرف كاد إنه يصل بيه إلى الموت فمعنى إنه مات وإنه عاد للحياة مرة تانية خلاص دي نجا ليك وإنه بإذن الرحمن في بداية جديدة بإذن الرحمن الشخص ده حيبدأ فيها حياته الفترة اللي جاية تالت رمز الدواء إنك تشوف إنه إنت أخدت دواء من حد أو حد جاي يعطيك دواء ده معنى إنه بإذن الرحمن الشخص ده حيشفى وحيصرف عنه أذى بإذن الرحمن الفترة اللي جاية بإذن الله كمان رؤية الإغتسال شرط الإغتسال ده ما يكونش إنه حد جايب يعني مياه ساخنة أو حد بقى شايف إنه في مكان كله بخار وسخان والاستحمام لا ده هنا ده سوق ده عكس ده المغتسل البارد ده ذكر في القرآن ده رمز للشفاء على طول فشرط هنا الإغتسال أو الاستحمام يكون في ماء بارد أو بماء بارد أول ما تشوف الرمز ده أبشر لأن ده معنى إنه إن شاء الله بإذن الرحمن خلاص يعني الأذى ده اعتبر إنه بإذن الرحمن وبفضل الله خلاص إنت على أعتاب الشفاء وعلى أعتاب زوال الأذى بإذن الرحمن كمان رؤية أكل العسل عسل النحل من الرموز المحمودة جدا 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 إن ما كانش من أفضل وأول الرموز المحمودة في ناحية الشفاء ده إذا أكلته مش إن حد جاي ماسك البرتمان أو إنه حد جاي يعطيه لك أو الكلام ده لا إذا أكلته مجرد إن أنت تاخده من حد ده دخول مال أما إذا شفت إن أنت بتأكله تتناوله ده معنى إنه بإذن الرحمن الفترة اللي جاة دي فترة شفاء وفترة زوال أزع عنك بإذن الرحمن إيه كمان من رموز المحمودة اليقتين اليقتين من رموز المحمودة جدا جدا في ناحية الشفاء ودايما هتلاقي إن اليقتين بيتكرر على الناس اللي عندها ظروف صحية قصية يعني أي حد بتلاقيه بيشوف اليقتين هتلاقي إنه الشخص ده يعني فيه معاناة أو فيه شدة كبيرة جدا لأنه هو من أجمل الرموز اللي ممكن تشوفها يعني لو عندك حد مريض وشفت اليقتين إنه هو بيتناوله وإعرف إنه هيوشفى بإذن الرحمن دي من أجمل الرموز اللي بتدل على الشفاء بإذن الرحمن كمان رؤية زيت الزيتون بس زيت الزيتون بقى بيفرق بيفرق عن الباقي في إيه؟ إن مش لازم إن أنت تيجي إن أنت بتتناوله يعني إن أنا بشرب زيت زيتون أو الكلام ده كله لا حتى لو شفت إن أنا بدهن بيه يعني شفت إن أنت بتدهن زيت زيتون بتاكل زيت زيتون بتشربه ده معاناة إنه بإذن الرحمن إن أنت حتشفى فهو بيفرق عن اللي قبليه في كده إنه هو مش شرط إني يعني أكون باكله بس أو إن أنا تناولته بس لا أكلته شربته دهنته المهم إن أنت تكون أخدت زيت الزيتون إنت حصلت عليه أي إن كان بقى هتعمل بيه إيه؟ إنت أخدته فده معناه إنه فيه شفاء بإذن الرحمن الفترة اللي جايب طيب إيه كمان من الرموز المحمودة جدا واللي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام الطمر الطمر من الرموز الطيبة جدا برضو في ناحية الشفاء خاصة خاصة للشخص المصحور إنه يشوف إنه هو بيتناول الطمر من الرموز المحمودة جدا لإن ده معناه إنه فيه شفاء الفترة اللي جايب إذن الرحمن ليه؟ طيب إيه كمان؟ إنك تشوف إن أنت بتقتل عقرب قتل العقرب من الرموز المحمودة جدا بإذن الرحمن في ناحية الشفاء وده للأمرين ده للمريض العضوي أو اللي بيعاني من سحر فالعقرب بيخص لإتنين خلاف الصعبان الأسود العقرب هنا إنك تشوف إنه إنت بتقتله ده معناه إنه إنت حتتخلص بإذن الرحمن من أزا وظرف قاسي إنت بتعاني منه لكن بإذن الرحمن الفترة اللي جاي بإذن الله بإذن الله إنت حتنجو من الرموز المحمودة كمان إنك تشوف نفسك إنه إنت بتتخطى صور إنك تشوف إنه إنت بتتخطى صور أو بتتخطى صور عالي عليك أو أمر بيحجب رؤيتك عن مكان تاني دي من الرموز المحمود في ناحية تخطي مرحلة صعبة خاصة بالظروف الصحية كان بقى صور عالي مش طبعاً صور طبيعي لأ صور يعني أنت شايف إنه هو بيفوق نظرك أنت مش شايف بسببه أي حاجة قدامك الصور عالي أو حاجز أو سلك شائك وإنت بتتخطى فده معنى تخطي مرحلة صعبة جداً وسبب في إيقاف أحوالك ولكن بسبب ظروف صحية فالخير إن أنت تيجي إن أنت بتتخطاه معنى إن أنت تخططها ده معنى أنا جالي من الأمر ده بإذن الرحمن والله أعلى وأعلى دي كده أهم الرموز أذكركم ما ننساش الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام ومن فضلكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو أترككم في رعاية وحفظ الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة